نيجي الجزء الثاني وهو الجزء الخاص بالجرامر زي ما انا وضعت الجرامر اللي في اليونت ده عبارة عن ثلاث أزمنة والزمانين الأولانين هم مممين مممين لأن ما فيش امتحان سنوية عامة بيعدي إلا لما بيجي تريكس كده في الماضي التام أو الماضي التام المستمر يبقى أنا عندي أول زمن هو زمن الماضي التام The Past Perfect Tims وعندي الماضي التام المستمر The Past Perfect Continuous وعندي بقى The Comparative and Superlatives أو مقارنة الصفات الدرجة اللي هي بقوله على الدرجة العليا اللي هي الصفة الدرجة التالتة والدرجة التانية المقارنة بين واحد وما بين ايه وما بين واحد طيب هنبدأ نشرح زي ما مستر هنبدأ نشرح الأول هنا في الوايد بولد وبعدها هنبدأ لأنه نقرأ معاك سريعا في اللي موجود في الكتاب وبعد كده نبدأ تخش في الجزء الخاص بالحق طيب صلى بينا على حضرة النبي وقول عليه الصلاة والسلام هنبدأ كده زمن الماضي زمن الماضي التام بركز معاك في الكلام اللي أنا بقوله لأن قبل ما نخلص هكون انت حافظ معايا الجزء ده وان شاء الله تقدر تحل عليه جمعان زمن الماضي التام يا مستر هو بيعبر عن ايه أو بيكون من ايه أو احنا هناخد في ايه هناخد فيه الفورم اللي هو التكوين وهناخد فيه بعض التركس التركس اللي هي بقى اللي حتة اللي بقى اللي بتيجي في السنة العامة طيب الفورم ده بيكون من ايه يا مستر زمن الماضي التام تركز معايا فيه لأنه هتكلمك عن الفورم في اربع حاجات مهمة اول حاجة يا مستر هي الفورم او يبقى الفورم ده رقم اربعة لو انت تفتكر في اليونت وين لما شرحنا فيه الماضي البسيط وشرحنا فيه الماضي المستمر ولمضارع التام تركز ايه زمن فيه الفورم اللي فيه اربع حاجات او التكوين اللي فيه اربع حاجات او نجوز ايه نسترف فيه انه هو التكوين التكوين فيه المضارع آآ عفوا التكوين في الجملة العادية الجملة العادية والتكوين في النفية والتكوين في السؤال والتكوين في المبني للمجهول. يبقى كده رقم اربعة او الاربع تكوينات اللي انا مطالب ايه? اللي انا مطالب بيهم. يبقى تاني انا مطالب بالتكوين في الجملة العادية. تكوين في النفق، تكوين في السؤال وتكوين المبني للمكهوش بعد كده في بعض التركس بقى ممكن أزود بقى كمان هو الكي وردز أو الكلمات الدلة برضو ممكن نتكلم فيها برضو نحن نتكلم في الفورب والتركس والكي وردز أو الكلمات الدلة ويعتبر دي اللي فيها الشغل كله يعني طيعا التكوين في الجنجة العادية بقى أو أبني بقول التكوين أقول لك اليوزش يعني إيه اليوزش يا مستر؟ اللي هو الاستخدام لو قلت لك بكل بساطة ده الخط الزمني هو يا مستر فلان الفلاني اللي وقف في نص السكة واللي فات ده بالنسبة له past أو ماضي الجزء اللي هو فيه هو present اللي هو مضارع والجزء اللي جاي فيه هو الجزء اللي لسه جاي هو future أو المستعبال لو قلت لك إن الماضي ده يا مستر لو في حاجة حصلت الأول أنا صحيت غسلت وشي قم ده جده رقم واحد طيب حصل بعد كده اللي أنا رحت المدرسة يبقى ده جده رقم اتنين لك نجدني أنا بعبر عن كم حدث عن حدثين في الماضي عايز أعبر عن الحدث الأول دا أو عايز أو أوصف الحدث الأول دا أوصفه إزاي هقولك هو حدث وقع قبل حدث آخر في الماضي يبقى أنا بذكر حدثين لو أنا عايز أوصف الحدث الأول إسمه وصف كده يعني إيه بوصفه من حيث هو بيعبر عني أو هو شكله إيه أو هو مكانته فين بوصفه من حيث المكانة يبقى هو ما كانتو جه قبل حدث تاني في الماضي. طب ممكن يكون عندي حدث تالت. ممكن يكون عندي حدث تالت. عندي حدث رابع. عندي حدث رابع. يبقى لو انا اصف الحدث الاول هو ماضي تاني. يبقى لو انا عندي الحدث اكتب كونه دي عندك. الحدث الاول هو ماضي تام. طب والحدث التاني هو ماضي ايه? هو ماضي بسيط. ده كده الحدث التاني. طب لو هو حدث تالت. ابقى ماضي بسيط. طب لو هو حدث رابع. ابقى ماضي بسيطة برضا. بقى انت عايز تقول لي الحدث الاول هو ماضي تام واي حدث هيجي بعد منه هو ماضي بسيط. يبقى كل بساطة هو حدث وقع قبل حدث اخر في ايه? في الماضي. طب بقى الفورم يبقى. انت قلت لي الفورم او التكوين عندي اربع حاجات هتكلم فيه. طبعا الحاجة الاولانية هي الجملة العادية. الجملة العادية. بكم من ايه بقى الجملة العادية? قالك بكم بين هاد. طبعا عندي هنا فاعل. هل بقى لك من كلاه? فاعل وهاد والتصريف الايه? والتصريف التاله. فاعل هاد التصريف التاله. زي ايه يا مستر? لما اجينا بقول لك ما هو اي هاد واتشد. ده بس ده ايه? ده يعتمد نص جملة. يعني كنت قلت هنا فيلم وحطناك مثلا بفور. لا. خلينا بس في الجزء الاولان لده. يبقى هنا عندي هاد اهو. وعند التصريف الايه? وعند التصريف التاله. ده كده الجملة العادية. طب رقم اتنين. الجملة المنفية. كل بساطة. عشان عندي دي هاد. يبقى انا اقول لهون. هاول ناط. يبقى فاعل. هاد ناط. اللي هي هاد انت. والتصريف الايه? والتصريف التاله. ده ده تكوين الجملة العادية. تكسر في الكلام واحمل ايه? زي مربح كده. وهدي تكوين الجملة الايه? في الناس. طب ده ده كده تاني حاجة. طب تالت حاجة بقى تكوين السؤال. انا عندي او او اتنين من الاسئلة. يبقى انا عندي هنا رقم 3. الجملة. اسوال بعفوان. علط السؤال. يبقى انا عندي نوعين من الاسئلة. سؤال اسم является or no question. او السؤالillo بييز او نو? وعندي WH question او يسوال باداة استفاح. السؤال اني بييز او نو بيكونن ايه? بيكونن بين هاد. وعادن الفاعل. او استفهام؟ هقضي نهو اداة استفهام اللي هي ال WH question. وبعد كده هادئ وبعد كده فاعل وبعد كده تصريف الامنستار وبعد كده تصريف الكلام بان الكلام ده اصلا انت اقضوا تاني السنة و اقضوا في الاعداد دي. كلام سهل يعني. طيب ايه السؤال الاولية ده اجاوب عليه بايه؟ قالك هجاوب عليه بيس او نو. طيب السؤال التاني هجاوب عليه على حسب اداة الاستفهام اللي موجودة عندي. لو عندي where؟ اللي معناها اين? يبقى هجاوب بمكان. عنده هجاوب باطل. عندي وط هجاوب بجير عاطل. الكلام ده ايه? على العسب اداة الاستفهام اللي موجودة ايه? اللي موجودة عندي. اه نيجي بقى للمبني للمجهول. انت كده خدت الجملة العادية. خدت الجملة المنفية. وخدت السواجة. رابع حاجة ودي اخر حاجة في الفورن هنتكلم عنها. هي تكوين المبني للايه? للمجهول. كون ايبقى المكهول. ومن المكهول ده؟ عزق بس تفهم. المكهول هو الفاعل. الفاعل هو المكهول. هي كون ما بين هنا هاد وبين والتصريف التالي. خلي بالك وتكوين المواضي التام في المكهول هو نفس تكوين المواضي التام المستمر في المكهول. تمام كده? اه تمام. يبقى حاد بإنواء التصريف الثالث يبقى أنت كده خد التكوين يبقى التكوين الثاني بكل بساطة أربع حاجات تكوين الجملة العادية تكوين السؤال تكوين النفي تكوين الثالث تكوين المكهول تعلمها في الكي بوردس تعلم في كلمات الدل خلي بلا تدل عليك الشغل كل واحد الكي بوردس أو الكلمات الثالث أنا عندي ثلاث أنواع من الكلمات الدل أو ثري جروبس من الكلمات الدل طب أنت على أي أساس السميتوم لثلاث أنواع على أساس أن كل نوع بينطبق عليه نفس القعدة النوع الأولي أنه فيه تلاث كلمات الدل كلهم بينطبق عليهم نفس القعدة نفس الكلام النوع الثاني نفس الكلام النوع التالي بواسطنا أعني أمثلة لما أقول لك هنا أن النوع الأول فيه أمحب أقول عليها مجموعة أفتر أفتر وآز سون أز وطل وأنتل أنت بتكتب ورايا يا إما أنا هابعت لك الوايبورد دي وانصحك إنك تكتب وراي أفضل يعني المجموعة الثانية هي مجموعة before وباي they time و when والمجموعة الثالثة هي no sooner than و hardly when 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 ده كده الثلاثة مجموعة طيب نمسك بقى كل مجموعة نمسك كل كلمة فيها نبدأ نشرحها بالتفصيل طيب صلي بنا على حضرة الناجم واحدة واحدة بقى لما أقولك يا مستر هنا after المجموعة الأولين يبقى الجروب الأول ده أنا عايزة تحط في دماغك جروب number one بيجي بعد منه الحدث الأول والجملة الأخرى والحدث الثاني خلي بالك كل الكلمات اللي أنا كتبتها دي يقولوا عليها conjection يعني كلمة conjection يعني رابط بيربط ما بين جملتين لما after أو as soon as أو until أو when أو before أو no sooner كل ده بيربط ما بين كم جملة جملتين طيب كل جملة فيها فاعل وفيها زمن أنا بوصلنا بالزمن ده بقى حسب ايه لو الزمن ده أو الحدث ده حصل الأول يبقى ماضي تام طيب لو حصل الثاني يبقى ماضي بسيط يبقى دي المجموعة الأولى بيجي بعد منها ماضي تام والجملة الأخرى ماضي ايه ماضي بسيط نمسك أول كلمة فيها مستر وهي after اللي معناها بعد بيجي بعد منها انا هو ماضي تام والجملة الأخرى هي ماضي بسيط ده كل اللي ايه؟ ده كل اللي بسيط طيب لو after جات في النص هيبقى مفيش مشكلة دي after هنعملها small لأنها جات في النص وهيبقى هنا هو اللي الماضي التام وهيبقى هنا ناحا التانية هنا هو الماضي البسيط الكلام واضح هاو دي كده after اللي معناها بعدها طب as soon as اللي يطبق على after هو نفس اللي يطبق على as soon as اللي معناها بمجرد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة